تطور المكونين السني والكردي وباعتياد عندهم موقف يختلف عن موقف الكردي واضح بأنه مع بقاء القوات بس سني خجون يريد وما يريد وحتى اطراف من الشيعة يعني من المستقلين هم مو كل شي ضد اخراج هذه القوات لماذا المستقلين كلهم كانوا محاضرين يعني في كل حوال 70 مقابل 180 معنات اكد حتى من داخل الجهات الشيعية نوع من انواع عدم الذهاب بقوة بهذا الاتجاه لان مثل هذه الجنسات ما واضح معالمها شلو ولكن التأثير قد تكون سلبي قلت لك مرة اكد قانون نذهب بسن هذا القانون كما تم في الاتفاقية كما تم في تشكيل الحشد رغم بينه والاخرين ما كانوا يوافقون عليك شيء سياسي مهم اما مثل هذه القضايا عندما يكون نتفعل عليك ان تسحب البساط تهلئ الاوضاع ونرجع بطاولة الحوار والتشاور ونعطي فرصة للحكومة على ان تكون جيت هو في الحوار وفرصة عمل الحكومة استاذ جاسم حكومة السيد السوداني تتحدث بطريقة تالية ان الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيناقشونها مهمة التحالف الدولي بشكل عام والقوات الامريكية بشكل خاص لكن البنتاجون الادارة الامريكية تؤكد على التالي ان هذا الحوار لا يشكل عامل او مفردة الانسحاب حضور في الحوار الحالي والمستقبلي لا القرار الحكومة واضح بخراج هذه القوات ولكن ممكن يلا قد لا يعني يرى مصلحة مجايدون الان ما ناقش هذا لا قد لا يرى مصلحة الان لان انا اول وارحب اللي انه كان رئيس سيد رئيس الزراء يعني حدد بانه هناك تهديد لداعش هناك مشاكل ومعناته كأنه احنا نريد بخراجهم ولكن لابد ان يكون آلية تدريجية مكونة من عمليات معينة سماؤنا هل احنا قادرين على بطياراتنا على النغطة على السماء غفائل المر يطلعون ذو الاسرائيلي العبينة مثل ما تلعب في سوريا يعني هذه المسألة موجودة هذه المسألة نتصور نحن نعطي الفرصة الكاملة للحكومة على ان تتشاور وتأخذ القرار ونحترم قرار رغم نحن انا انا اقول في الاتحاد الاسلامي وفي كثير من المجالات الاسلاميين ما اخرجت القوات البرية الكتالية الامريكية ولكن هذا كما قلت لانه الحكومة دعتهم بعد احداث داعش وبعد احداث كورونا اجوا وصاروا يعني صديق للقوات العراقية بدفع الضرر علينا ان نعطي الفرصة للحكومة على ان ترى المصلحة في اخراجهم الآن بعد شهر بعد سنة لا نريد ان نكون صاحب قرار ما دامت الحكومة هي صاحبك